يهمني بس وإحنا نتكلم عن بطولة أفريقيا في حلقة بكرة زي ما قلت لكم في الأربع مجموعات هيبان بشكل كبير جدا من الفرق اللي هتتأهل للأدوار الإقصائية حنا نتكلم على 16 فريق متقسمين أربع مجموعات لعبه كل فريق لعب يعني 6 مطشاط ما كانتش المعالم واضحة كانت الترشيحات ما قبل دول المجموعات كتير جد يعني كنت تسمع أسماء كبيرة جدا زي أكيد طبعا أكيد أولهم الوداد الوداد المغربي عنده لقاء مهم جدا مع جالكسي النهاردة لكن الوداد بعيد بيرامدز للأسف طبعا خروج بيرامدز النهاردة بعد خسارته من مازينبي خارج أرضه من نتيجة 3-0 خلاص رسميا خروج بيرامدز من دور المجموعات وكان برضو واحد من الفرق المرشحة في نفس المجموعة اللي فيها الترجي والنجم السحلي والهلال يبدو أن الأمور فيها حسابات كتير جدا معقدة بيترو أتليتك اللي كان بعيد أو مش بعيد حقيقة واحد من الفرق اللي تقدر تقول دايما أنها موجودة في المشهد أو مش بتنافس أو مش بتروح لبعيد لكن فريق بيقدم كرة محترمة ومستوى ثابت الحقيقة ما قدم بطولة برضو كويس طيب بيبلغوني أن الوداد فاز 1-0 على كل أحوال شكل المنافسة البطاقات بتاعة الأربع مع الجموعات هتبان بشكل كبير لكن خلينا أقول أنه ما فيش نتيجة مفاجأة أكتر من تراجع مستوى الوداد وخروج كرامدز المبكر وده خلينا نطرح سؤال مهم جدا كان بيتقال أو كانت وجهة نظر فأي وجهة نظر ليها احترامها تتفق معها تختلف معها تعجبك ما تعجبكش ده شيء لكن أي وجهة نظر أكيد من منطلق رؤية معينة أو تقييم معينة الكلام اللي كان بيتقال على أنه بطولة دوري أو بطولة أفريقيا أضعف من بطولة الدوري المصري لفترة طويلة على فكرة الكلام ده اتقال وما كانتش وجهة نظر واحد ولا اثنين ولا تلاتة دي كانت ناس كتير جداً بتحاول تروج للفكرة دي هو السؤال هنا يعني إذا صحت هذه الرؤية أو إذا صحت وجهة النظر دي خليني أسأل إزاي ما فيش فريق مصري قادر يتخطى دور المجموعات أنا مش بكلم عن أنه ينافس على اللقب أنا بكلم على فريق قادر أنه يتخطى دور المجموعات ستكلمنا على مشاركات فرق سواء ليها تاريخ كبير أو ليها جماهرية كبيرة أو عندها إمكانيات مادية كبيرة أو حتى زي ما بيتقال من البعض يعني عندهم سكواد من أفضل العناصر على مستوى قارة أفريقيا إزاي ما فيش فريق مصري ده سؤال يعني للمهتمين بالكرة في مصر أنا لا يا ما ليش علاقة بالأندية دي إذا كنت بكلم على الزمالك وخروجه بشكل متتالي من دور المجموعات أو على بيرامتز النهاردة الناس كانت بترشحه للمنافسة على اللقب بيرامتز كان من الفرق المرشحة وهو على مستوى الأسماء ممكن يكون من الفرق المرشحة للمنافسة على اللقب لكن الخروج بالشكل ده بمستوى الأداء ده بالنتاج دي في مجموعة معافيها مازينبي ومازينبي بعيد يعني خلينا نقول مازينبي مش هو مازينبي اللي كان عملاق أفريقيا ونوزيبه الموريتاني لا وقصة حتى عدم قدرته على تحقيق فوزة على سانداونز تعادل في بريتوريا وخسارة في القاهرة هنا في قصة في حاجة غلط في حاجة غلط وليه الأهلي هو الفريق الوحيد اللي مش قادر بس يتخطى دول مجموعات الفريق الوحيد اللي بيحقق اللقب على مستوى الكرة المصرية ده إذا كان في حد عايز تكلم عن تطور كرة مصرية أنا عن نفسي لو بتسألني أنا يهمني أنه يبقى فيه فرقتين والتلاتة من مصر بينفسوا على اللقب يعني بيحصل مثلا أنه في سنة من السنين أو في نسخة من نسخ تلاقي الوداد والرجاء الاتنين ليهم فرص أو ليهم حظوظ في المنافسة على الألقاب ومعهم نهضة بركان كمان يعني في سنة من السنين أعتقد كانوا التلاتة حد اتنين وصلين لنص نهائي دوري أبطال وواحد بيحقق كونفدرالية مثلا السوبر كان مغربي يعني في البطولة دي في نسخة دي أعتقد كان الوداد نهضة بركان ده كان السوبر الإفريقي فأنا من مصلحتي كأهلي أنا من مصلحتي كمصري الأول إن الكرة المصريية بقى فيها فرقتين ثلاثة موجودين في المشهد وإحنا نستحق ده على مستوى الأفريقي أعتقد يعني إنه ده يصب في مصلحة الأهل في الأول والآخر كأهلاوي بقى إحنا بنتكلم النهاردة إنه الوداد احتمالات تأهله كمان بقت ضعيفة جدا يعني النهاردة فاز على جوانين جالكسي نتيجة 1-0 لكن لو خسر قدام سينبا في الجولة اللي جاية الوداد باي باي لكن في النهاية في النهاية مش قصتي الوداد ومش قصتي الترجي ومش قصتي النجم السحلي ومش قصتي الرجاء ومش قصتي نهضة بركانة أنا قصتي لازم حد يدور ويشوف إيه سبب فشل الأندية المصرية أنا بكلمش علمه نفسه على اللقب بكلم على فكرة تخطي دور المجموعات قصة محتاجة حد يسأل عليها ومحتاجين تاني محتاجين بشكل يعني مهم نبص بقى التقييم الناس اللي بتقيم وبتطلع علينا في قصة تقييم المستوى القوة بتاع البطولة والناس اللي كانت بتقولون الدوري المصري طبعا أقوى من الدوري دوري أبطال أفريقيا الناس دي محتاجين يعني نبص لها بشكل مختلف شوي طب لو كنت